الأستاذ محمد أبو العنين ووكيل مجلس النواب بيقول نفسي والله كلنا كلنا مش هو الواحده نفسي نبعد عن صندوق النقد خالص وما ناخدش منه ولا جنيه تعالوا نسمعه غير صندوق النقد وهدينا معرفش ستة ولا سبعة ولا كال ما ليش دعم صندوق النقد خالص أنا نفسي أبعد عنه وما خدش منه ولا جنيه نفسي أبعد عنه للقيد اللي عليها طبعا تقيد عليها الحقيقة احنا بنقعد نتناقش معاهم ونصلح ونعمل بس هي شهادة في النهاية شهادة النهاية تقول للعالم أنك صديقه و والله كلنا يعني فعلا فعلا كلنا في اننا مش بس اننا ما نروحش ناحية صندوق النقد خالص ومش عايزين منه ولا جنيه مش عايزين منه ولا دولار عشان هو بيدينا بالدولار احنا قزمتنا في الدولار مش قزمتنا في الجنيه الجنيه عندنا البنك المركزي ربنا يخلى قولنا كل شوية بيطبع فلوس مغرق الدنيا مغرق الدنيا فلوس احنا مشكلتنا في الدولار نفسينا نبعد عن صندوق النقد الدولي نفسينا نبعد عن فكرة الاقتراض يعني ان شاء الله حتى مصر تعمل زي ما عملت اليابان نعمل على نفسنا كده انغلاق ذاتي نحاول اننا لو عندنا نية حقيقية لحل الأزمة اللي احنا فيها نتجاوزها نتجاوزها بأي شكل لكن ده كده انت بتضمر أجيال أجيال جاية لما الأجيال اللي جاية دي تبقى تجبر وتلاقي دولة من غير أصول من غير مشاريع كل حاجة بتبيعها للمستثمر الأجنبي وبالمناسبة المستثمر الأجنبي اللي احنا بنجري وراد الوقت عشان نبعلو مقر هنا مصنع هنا مبنى مميز لإحدى الوزارات هنا او ندخلهم معانا شراكة في فنادق تحت اسم مستعار كل القصص دي دي واحدة من بنود خروج الدولار الناس اللي عمالة تدور وتفكر ايه أزمة الدولار والدولار بيروح فين ما احنا لازم نشوف ايه البنود اللي بتخرج الدولار فيه بنود بتخرج بيها الدولار والدولة مجبرة انها تنفس خروج الدولار ده وفيه بنود تانية اسمها ان الدولار ما بقاش يجيلي زي الأول الدولار ما بقاش يجيلي زي الأول او مواردنا من الدولار بدأت انها تقل وده ليه أسبابه وقلناها انت عندك تراجع تحولات المصريين في الخارج عندك تراجع إرادات قناة السويس عندك تراجع في إرادات السياحة كل ده تراجع مؤثر على العملة الصعبة اللي كانت بتجيلك طب العملة الصعبة بتخرج من عندك في ايه اقولك بتخرج في ايه بتخرج ان انت النهاردة فرحان انك عملت دخل الامارات بتدخل الكويت بتدخل قطر بتدخل السعودية بتدخل زي ما يكون البلد اللي بتاخد مصنع بتاخد شركة بتاخد فندق تحقق ارباح لان كلهم بيحققوا ارباح الحقيقة احنا بس في ادارتنا اللي مش قادرين نحقق المكاسب دي خلاص خلصت السنة لو سمحت حول لي ارباحي لفرع الشركة الام فانت كدولة مجبر انك تطلع له ارباحه لفرع الشركة الام الفرانشايز الكتير اللي موجود في مصر والماركات الاجنبية هدي كلها بتاخد من جيبك بالجنيه انت بتدفع بالجنيه وهما بيستخدموا الجنيه لكن يجي يطلع للشركة الام يقولك بالدولار لازم الحكومه تراجع وتشوف الدولار بيخرج في ايه فيه بنوت كتيره بيخرج فيها الدولار ممكن نبقى نجيبها لكم وبناء عليه الدولار اهو النهاردة يا جماعة يعني في سوق الحديد وصل لتسعين جنيه في سوق الحديد كان من اسبوعين تقريبا باربعة وسبعين جنيه تقريبا من اسبوعين لما جبنا الخبر برضو كان من انفستنج لما قالك ان مصر فيها خمس اسعار وقالك فيه السعر الرسمي والسعر اللي في السوق السودا فيه سعر الحديد فيه سعر الدهب فيه سعر العقود الآجلة كان باربعة وسبعين جنيه الحديد من dan bare hin مش نهاردة 30 يناير 2024 نهاردة وحد وثلاتين الحديد يسجل مستوى كياسي 90 جنيه الدولار في سوق الحديد بيساوي 90 جنيه الدهب بقى بكام؟ في العقود الآجلة وصل كام؟ في السيارات وصل القيمة السيارات دلوقتي بقت بالملايين بالملايين مش بنتكلم بقى في السيارات الفارهه مش بنتكلم في الالماني بقى والحاجات الجامدة دي بتتكلم في حاجات كده كوري صيني مبارح شفت لسته بالاسعار اتخضيته يقولك حاطيني الوفر برايس على عربية صيني اللي هي يعني بقى زمان كانت بالنسبة لنا دي عربية صيني اول لما نزلت العربية اللي كان اسمها الشيري شيري وجيلي ومش عارف ايه دول دي عربية صيني يعني كده عشان بس بقى الواحد اسمه راكب عربية بمليون بقى بمليون جنيه العربية الصيني فيعني الوضع صعب محتاجين بقى نشوف غير التسعين جنيه دول بقيت الاسعار عامل ايه يعني بقيت الاسعار سعر الدهب الدولار في الدهب الدولار في السيارات الدولار دولار في السجاير بقى كام نشوف ده وبمناسبة السجاير السلطات المصرية عاملة حاملة حاملة كبيرة جدا بتحاول انها تقبط بيها على اي شخص معايا عملة اي شخص معايا عملة اجنبية بيتاجر بيوفرها عشان اموره بضايعه متعطلة او مثلا يعني حد يكون صغير كده على قد وفاتح محل بسيط بيجيب منه شوية بضايع من خلال يعني دي كصة كده كانت موجودة في مصر من وقت من الاوقات ان تلاقي ناس اول لما فتحوا بقت مصر فتحت على الصين بصورة كبيرة ان الناس تقولك ايه احنا نروح نجيب كونتينر من الصين نجيب نص كونتينر من الصين فكان بقى عدد من التجار المتوسطين يعني مش بتكلم بقى على الرجال الاعمال الكبار او المستوردين الكبار الناس اللي هي الوسط كل واحد بيدخل بمبلغ بالبضايع اللي هو عايزها ويحضر طبعا فلوسه بالدولار ويبقى الكونتينر ده ولا النص الكونتينر ده جاي على اسم المستورد الكبير ممكن يكون الشخص ده كل اللي جاي له في الكونتينر حاجات مثلا بعشر تلاف دولار بس هي بالنسباله ده شغل السنة على قد شغله فمش كل واحد انت هتلاقيه في السوق معه دولار معه 1000 دولار 2000 دولار 5000 دولار 10000 دولار ده معناها ان هو تاجر العمله او ان الراجل ده بيتاجر في العمله الصعبه ده ممكن يكون عشان بيزنس صغير اوي فاتح بيته محتاج ال 5000 وال10000 دولار ممكن يكون عشان مسافر يتعالج ومش قادر يلاقي العلاج ده في مصر فنصحوه انه يسافر بلد فلانية هيقدر انه يعمل فيها العملية فبيجمع الخمس تلاف والسبع تلاف اللي هم بالنسبالنا في مصر ده اكتر من ربع مليون جنيه بس هم في بلدهم خمس تلاف ممكن يكون عنده ابن وبسبب القيود اللي بقت معموله على التحولات وعلى استخدام الكريدت كارد في الخارج والسحب من الدولار عايز يتفعله مصاريف جامعة مصاريف دراسه مصاريفه الشخصيه الابنه ولا بنته في البلد اللي هو بتعلم فيها ممكن امور كتيره جدا جدا تخلي ان واحد يكون في الشارع معه 2000 و 3000 دولار و 5000 دولار و 10 000 دولار وارد جدا شركات السياحه اللي قالت احنا قفلنا الباب للحجوزات مش كلها قفلت في ناس بتحاول برضو ان هي تساعد معارفهم قريبهم اللي عايزين يلحقوا فالحقيقه لما تيجي تشوف ان الحكومة المصرية عملت حملات والجهود بقى والاشتراك مع الادارات المختلفة وقدرنا والحمد لله نمسك الحرمية المجرمين قدرنا اننا نقبض على 38 ألف واحد 38 ألف واحد لا سوري اسفق 38 واحد تماني انا بس ده ان بفتح لقالة الحزبة عشان احسب بس كده يعني بمتوسط كام فاطلق بقى 38 متهم في 28 قضيه كان معاهم مية سبعة وتسعين الف دولار مية سبعة وتسعين الف دولار وكان معاهم عشرتلاف يورو وخمسة واربعين الف ريال سعودي وستمية وعشرين جيني سترليني ومية ستة واربعين دينار كويتي و2400 دينار ليبي و285 درهم اماراتي ومية وخمسين روبل روسي والف وان كوري والف وان كوري دي القضيه 28 قضيه 28 قضيه اتعملت اتقابد فيهم على 38 واحد عشان بنتكلم فحصيله كل الارقام اللي قدامكو دي حصيله حوالي 200 الف دولار تقريبا 200 الف دولار طب انا لو اسمت 200 الف دولار دول على الثمانية وثلاثين واحد اللي قبضوا عليهم يعني بمعدل 5000 دولار مع كل واحد منهم اللي بيتاجر طبعا والي شغال في صرافه او كده ومنهم اللي رايح يشتري لاي بند بقى من البنود اللي بقولكم عليها لكن في النهايه 200 الف دولار واجهزه الدوله والامن واتحركوا وقدرنا نقبط بقى على العصابات وقدرنا نقبط على التكتلات وطجار السوق السوده على 200 الف دولار 179 الف دولار و10 تلاف يورو وبعد كده 150 روبل روسي هو ده الانجاز الحقيقة الحساب راجي عفوالله قالك الزيادات المتتاليه السريعه في سعر الدولار اما بسبب ان الحكومة بتشتري مبالغ ضخمة عشان تسدد قروض او ان حتان السوق والتجار الكبار ومن وراءهم بيستبقوا قرار التعويم برفع السعر لأقصى درجة حتى لا يستطيع المركزي مجارتهم في السعر ويعوم على سعر اقل منه حتى يظلوا مسيطرين على السوق احنا بنتكلم على هوامير بتعمل ارباح مليارات هوامير دي يا جماعة كلمة لانها ايه قاعدت تشوفها دي ايه دي كلمة منتشرة دلوقتي على مجتمع التويتر او الاكس هي كلمة كويتية معناها اصحاب القوة اصحاب السلطة اصحاب النفوذ اصحاب الفلوس دول اللي بيتقال عليهم في الكويت الهوامير فهي مستخدمينها دلوقتي على تويتر عشان يختصر لك واحد معه فلوس ونفوذ وقوة وسلطة فبيقول لك الهوامير فهو هنا بيقول لك احنا هنا بنتكلم على هوامير بتعمل ارباح مليارات بشكل يومي مش العبط اللي بتعملوا الداخلية تقبض علي الناس معاها ستة الاف دولار لو رجالة اقبضوا علي المافيا المحمية والمستخبية في مصب وكبار اللصوص رقبوا تليفونات ايه يا جدعين رقبوا تليفونات يعني ايه بقى الكلمة اللي هي المعرضين امثال اشرف السعد والوزراء السابقين واللاحقين ورجالة العصر السابق والحالي تستقيم لكم الامور طبعا يعني انا ضد تماما فكرة ان احنا رقبوا التليفونات دي دي كلمة بالنسبة للحقيقة غير مقبولة اطلاقا لكن هو ده اللي بنتكلم فيه او يعني اللي يخصني او اللي اهتم منيه فيه التغريدة دي يا حكومة يا وزارة داخلية مش كلتك مش معلمها الفين و تلاتة و خمسة و عشر تلاف دولار خالص مش هو ده اللي عامل الازمة مش هو ده اللي عامل الفجوة مش هو ده اللي عامل السوق الصودا السوق الصودا فيه مان يودرها والحقيقه طبعا انا سنعت كلامه وكنت مش يعني ما كنتش حبه ان انا اصدقه وكان عقلي مش قادر يستوعبه لاني مفيش بلد بتحارب نفسها في حد تقيل واقف ورا السوق السوده السوق السوده بقوتها بسبتها بالحصيله اللي موجوده عندها فيه اللي بيدعمها يا حكومه دوري منك فيك هتلاقي فيه فساد جواك يا دكتور معيت يا دكتور حسن يا دكتور مصطفى يا دكترة يا افاضل فيه منكم فيه جواكم ملاش منكم فيه جواكم مافيا المافيا دي زي ما قال حساب راجع عفو الله هتفضل ترفع في السعر عشان تفضل فيه سعرين النهاردة لما يوصل لواحد وسبعين واثنين وسبعين الحكومة هتعوم على كام ده احنا كنا بنقول تعوم على اربعين عشان تبقى قريبة من السوق السوده النهاردة داخلين على تمانين قربنا ندخل على تمانين خلاص ما بما انك بقى يعني وانا فاكرة كويس جدا من الاسبوعين وانا بقولك يعني مش معروف السعر صحيح ولا مبالغ فيه وما فيش اسهل من ان الواحد يقولك اي كلام ان شاء الله طلع اقولك بتبانين جنيه كنت بقول الرقم ده وانا شايف انه رقم كده ممكن يحصل بعد سنتين ده ممكن يحصل بعد شهرين ومسكين في الناس البسيطة اللي عايز فلوس لابنه واللي عايز فلوس عشان يطلع العمرة واللي عايز فلوس عشان لاي سبب يشتغل وسايبين الحيتان ابحس عن الحوت ما تبحسش عن السمكة البسارية ابحس عن الحوت اللي مسيطر على السوق ممكن وقتها تقدر فعلا انك تحل الازمة الكبيرة الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة بيقول طول ما فيه نضرة في الدولار هنفضل زي ما احنا ان شاء الله تجيب قروض الدنيا هنفضل زي ما احنا تعالوا نشوف ايه اللي يحصل بقى الخميس اللي جاي او ايه المؤشرات على اللي هيحصل الخميس اللي جاي دكتور مصطفى بدرة براحب بحرك معنافا مستوى الخير يا أستاذ شريف ازاي يا حضرتك فده انا تمام الحمد لله بنحاول بنحاول نفهم فلعلك تقدر تساعدنا لانه عدم الفهم هو السمة الاساسية او احنا مش قادرين نتصور الى اين تتجه الامور طب شو سفندم هو طبعا حالة الدبابية زي ما حضرتك تصدلت بتسوق يعني يوم بعد يوم خاصة في سعر السر وكلية الشرف مع حضرتك من 3-4 شهر وطيلك طالما فيه نضرة في عملات الاجنبية صحيح هيفضل الوضع كما هو عليه اتفق مع هذا الكلام طول ما ما فيش دولار طول ما انا كمواطن اروح البنك عشان اقول البنك اديني 100 دولار يقول ما فيش طول ما هلجأ للسوق السودا و هيفضل الوضع كده سعرين لي هو مش سعرين بس يعني خلون اقول للكاش هيفضل فيه سعرين للكاش استاذا لميس الحديدي بتقول الدولار بيعل عشان الناس الانه و فكرة انك كل ما تحاول تحل تقول هممم همسكها كده ده بيزيد العلاقه تعالوا اسمعوا ولو اهد معي بعض المدخرات بيقول ايه لو انا معي بعض المدخرات اعمل بها ايه فالناس نزلة لو بعض قليل حتى من المدخرات الناس نزلة تشتري دهبوا دولار ده الناس بتفكر كده كل ما سبق يضاف اليه التلويح بالحلول الامنية وده ايضا لا يمكن ان يحقق اي تأثير الا مزيد من الرعب والقلق في الاسواق وينعكس كل ده على الاسعار ولو ماهو انا برضو في النهاية انا مش عارفة استوعب ان كل لما الحكومه تتزنق في حاجه على طول تقولك انا هكثف الانتشار الامني انا هعمل حملات تفتيش واعتقال يعني اهو ده ما بيطمنش الناس ماهو انت لو عندك حل مش هتلجأ للحلول الامنية هيبقى الحلول عندك حلول اقتصادية فانت منين بتقول منين بتقول يا جماعة الازمة هتتحل الازمة على واشق انها تتحل اه خلاص ادوني مفيش بقى شهرين ادوني شهر فبراير ده وفبراير شهر قصير تمانية وعشرين يوب وهحل الازمة وتيجي تلاقي اه اه انا بعمل حملات ابنية انا بقبط على الناس فالناس كده بتبقى متأكدة وما ترهنش على الناس البسيطة الصغيرة الخفيفة لكل اللي ازمتها في الف وفي الفين وفي تلاتة او في خمسة او في عشرة بنتكلم على مستوى تاني فهمكم كويس جدا وانتو عارفين انه مسنود ظهره للحيطة ظهره مش للهوى اللي بيتحكم في السوق السوده دلوقتي والمضاربات واللي بيحصل ده ده واحد ظهره للحيطة مش ظهره في الهوى ابدا 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 نجيب ساويرس بيقول الناس هتبيع في البنك لو تساوى السعرين لو تساوى السعرين وبالتالي هيزيد العرض وده كان ردا على سؤال واحد بيقول له لو تساوى السعرين اللي في البنك والسوق السوده برضو السوق السوده هتغلى اكتر وهنرجع لنفس الدوامه وعلى اسوأ قال له لا لا لو نفس السعر في البنك زي السوق السوده طبيعي يا جماعة طبيعي من غير حتى ما نستشير واحد من اكبر رجال الاعمال في مصر وفي الوطن العربي انا كمواطن مصري ومعايا 100 دولار محيراني هو وعايز ان انا اغيرها او عايز ان انا احولها او عايز اي حاجه ايه اللي خليني اروح للسوق السوده والطرق الغير شرعيه وانا عندي البنك قدامي ما ادخل زي الناس المحترمة كده على البنك واغير فيها واجيب منه واسحب منه وحط فيه نوصل بس للثقة دي نوصل للحتة دي امور كتيره هتتحل برضو الاستاذ محمد ابو العنين بيقولك اللي بيلعبه بالدولار هيندمه هو يوسف الحسيني لما قالك كلمتين دول كان في صادة البلد ولا فين؟ كان في قناة ايه؟ يعني لا كان في قناة اون ولا كان في التلفزيون المصري لان الكلام ده يعني مش عارفه يعني انا ليه بشك لان الكلام ده سمعته اللي معه دولار بكره هيندم السعره يبقى في حتة تانية خالص يعني يعني الحقيقه هو عيب بس لما النوع ده من التصريحات يكون من رجل اعمال تقيل رجل اعمال تقيل رجل اعمال عارف وفاهم ودرس السوق كويس طب يوسف الحسيني رغم ان هو كان شاطر في الاقتصاد الا انه يا سيدي غلطه هو لا درس اقتصاد ولا حاجه وكان بيجامل ورغم كده بقى له سنتين سنتين الناس يعني انطلعينه والله العظيم وحيات ربنا وحيات ربنا انا بيصعب علي شوف الناس ما التاريه عليها هو بس بيصعب علي لان يعني في حاجات كده لما بتلزق في الواحد خلاص ما بيعرفش يشيلها وده اعلامي يعني عادي شوفنا منه حاجات كتير لكن لما تبقى من رجل اعمال زي محمد ابو العنين وملك الفضائية اللي هو طلع فيها وصاحب مجموعة كيلو باترا اللي فروعها مغطية مصر وبره مصر ويقولك اللي معه دولار هيندم والسعر بكرة هيبقى في حتة تانية ما يصحش بصراحة مش حلو عموما تعالوا نسمعوا وجماعة اللي بيلعبوا في الدولار بكرة يندموا ليه هندموا ازاي بكرة بقى ثاتشوفها بقى بكرة هنداموا اللي بيلعبوا في الدولار اه العادين النهاردة بيعالوا في الدولار دولأتي ان شاء الله بإذن الله تعالى هتسمع اخبارك وا إذا ان شاء الله بإذن الله و ربنا وفقهم ويقدروا احققوا خطط التموحة بتاعتهم هاللي بتهد الدولار دا كله يكون iron symbol وقصص المضربة دي يعني يعدهم يعني تنتهي حيث متفاعل أنه هيتحل موضوع الدولار بإذن الله والجماعة اللي بيلعبوا في الدولار